اشتركوا في القناة وهذه الامسية التراثية من ميدان الشعب الذي نتابع منه هذه الانطلاقات وهذه التحديات على ارضية الميدان بشعارات ابناء القبائل نصير معكم هنا بالانطلاقات نصير بتحديات نبحر في المراكز الخستة الاولى المقررة اذاعتها هنا مثل بصيرة هذا الشوط والجوائز النقدية التي نتابعها من المركز الاول حتى المركز السادس الصدارة والمقدمة والمركز الاول يأتينا تواق هنا حمد بن سيف بن تميم لاجتبي من ينطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الاول بينما المركز الثاني هنا نتابع هذا الانطلاق نتابع هنا يأتينا في هذه اللحظات كويس حمد بن راشد بن نايع اللغفلي والمتسلل المتسلل هناك بهذا الانطلاق الراهي احمد بن سيف بن سالم بن ضحاق هو المنطلق بهذا الانطلاق وصل هنا شهين خالد بن حمد بن ساري المزروع من يأتينا خرابعا وعلى المركز الخامس شعار الحميري من الجانب الاخر هنا المتسلل بهذا الانطلاق والاداء الجميل هنا وانطلاقه وتحدياته لهذا الاداء خليص بن عبيد الحميري من يقدم انطلاق وتحدي الوصول هنا من قبل مصدر عبيد بن رملي بن محمد العامري هذه هي النتيجة ها هي النتيجة نعود الى التغيير الذي طرى وجرى على الصدارة مع منتصف المسافة غير شاهين هنا خالد بن حمد بن ساري المزروع من غير على الصدارة على المقدمة على المركز الاول المركز الثاني يأتينا مربوش علي بن مهير بن بليشة اللي اكتبه او هذا اللي تسلل شاهين حمد بن راجد بن سيف بالشاوي الاغفري من غير في هذه اللحظات لهذا الانطلاق والاداء الوصول هنا من مصدر عبيد بن رملي بن محمد العامري والوصول هنا من قبل مورق مورق ناصر بن محمد بن سلطان العواني من ينطلق بهذا الانطلاق وبهذا الاداء المميز الجميل الله القدوم من شعار بن خيلة هنا قادم بهذا الانطلاق هنا يأتي غازي حمد بن نابت بن خيلة العامري هنا قادم 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 والوصول من شاهين محمد بن سالم بن هويدن اللي اكتبه ولكن الصدارة الصدارة والمقادمة مع شاهين المنطلق على الصدارة على المقادمة وعلى المركز الاول خالد بن حمد بن ساري المزروع هنا بشعار ابو قليزة يقدم على المركز الاول وصدورة هذا الشوط المركز الثاني ما شاء الله هنا بن خيلة مع غازي 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 يغزو الصدارة غازي هنا حمد بن نابت بن خيلة العامري من يتسلل يؤذي اللي حبوتي هنا مع عرقوب بن علو ينطلق هنا غازي الى الصدارة الى الفوز الى المركز الاول الى الصدارة حمد بن نابت بن خيلة العامري يأتينا هنا شاهين حمد بن راجد بسيب شاوي لاغفله على المركز الثاني هذا الانطلاق والتحديات والصراع الضنائي ولكن الصدارة غازي 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 من ينفرج بصدارة هذا الشوق ينفرج بالمقدمة ينفرج بالمركز الاول والصدارة هنا بهذه اللحفات هنا القادم شهيف في هذا الانطلاق شاهين القادم غازي وشاهين شاهين وغازي السلام التحديات الاخيرة التحديات الاخيرة شاهين وغازي غازي وشاهين ولكن شاه هنا غازي الصامد على الصدارة على المقدمة على المركز الاول سلام للهير سلام للهير سلام على فوز غازي هنا حمد بن نابت من خيلة المركز الثاني وصل بسيب شاوي لغفله اما المركز الثالث فاتانا هناك عقاشة لخالد بن حمد بن راشد النعيمي وعلى المركز الرابع مشاهدين الكرام المركز الرابع لفهنا العلي بن محمد بن حلوة حلول الخاطر وعلى المركز الخامس وصل مشاهدين الكرام هناك ايضا انطلاقتي هناك ترياق راشد بن محمد الحوار النعيمي من اتى على المركز الخامس هذه هي النتيجة لمراكزنا الخمسة الاولى ولكن استطاع هنا غازيا يغزو الفوز ويغزو الناموس ويغزو السلام الى اهالي الهير هنا مع حمد بن نابت بن خيلة العامر واربع دقائق اثنين واربعين ثانية هنا ايضا وستة ثمانين جزء من الثانية سلام للهير سلام على هذا الاداء المميز بينما شاهين من حل ثانيا حمد بن راشد بن سيف بالشاوي نغفلي اربع دقائق ثلاثة واربعين ثانية وايضا وعشرين جزء من الثانية بينما ثالث المراكز خانت الانطلاق من عقاش خالد بن حمد بن راشد النحيمى قاطعنا للمسافة بأربع دقائق اربع واربعين ثانية وخمسة واربعين ثانية وسبعين جزء من الثانية اربع دقائق خمسة واربعين ثانية سبعين جزء من الثانية توقس الزمن تهانينا والناموس تهانينا لجميع الفائدين شكرا موسيقى موسيقى